اشتركوا في القناة بحضور شخصيات وازنة من ابناء البطحاء الذين حضروا لدعم الفكرة والحملة رئيس اللجنة المنظمة للحفل ابدا باسم المنسقية سرور اعضائها وقال ان تنمية البطحاء يتطلب منا تضافر الجهود وان القراءة من دواعي التنمية في عصر طغى عليه عالم التكنولوجيا ما ينبغي تأسيس دور المطالعة وتحبيب ابناء الولاية للكتاب وعقب ذلك عرض مكتب المنسقية المكون من 13 عضوا اما الامير العام لجمعية الشباب من اجل الثقافة والسلام في شات موسى انبدو عبدالله فقال ان جمعيتهم تدعم الافكار الثقافية ونشرها ولطالما اتخذت مواضيع القراءة وانشاء المكتبات هدفا لتحقيقه فيما عرضت عضو المنسقية سيدة حليم السعدي الهدف من الحملة وقالت انهم يهدفون الى انشاء المكتبات في مدن البطحاء وقرها حتى يتثنى لابنائها المطالعة بشكل يسقل افكارهم وان المنسقية ستقوم بحملات توعية في عموم البطحاء لترسيخ فكرة القراءة وتحبيبها لمجتمعات الولاية ومن ثم تدخل بعض الشخصيات الوازنة من ابناء البطحاء وثمنوا الفكرة وابدوا دعمهم المادية والمعنوية لتعميم الفكرة